أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استمرار المتابعة والتقييم للتطورات الجارية على الساحة الدولية وتأثيراتها على مصر جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع المجلس التنصيقي للسياسات النقدية والمالية وذلك بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين شهد الاجتماع استعراض النتائج الإيجابية للإجراءات النقدية والمالية التي تم اتخاذها منذ آخر اجتماع للجنة في مارس الماضي إلى جانب التأكيد على ما أثمر عنها من زيادة موارد النقد الأجنبية